إن اللاعب اللي سعره أو كان عقده السنة دي فوق الثلاثة مليون يستقطع منه ستين سبعين في المية من القيمة الأقل هتبقى أقل أنا ليه بقولك تدرجها حسب القيمة مش بنسبة سابتها سهل إن أنت تقول اللعبة تتنازل عن عشرين في المية من عقودها فتلاقي واحد في الدرجة الثانية السنة بتاعته كلها عشر تلاف جنيه وخدلك ولعيب في الدور الممتاز الدقيقة بتاعته بعشر تلاف جنيه فأنت كده لما قلت له خمسين في المية هنا أو هنا ظلمت ده جداً اللي هو ممكن يكون ده إصلا تلاجة بالنسبة له أو فاتح بيت عليه آه فاتح بيت عليه الدرجة الثانية والثالثة تنفصل عن الدور الممتاز في القيمة فأنت خلي هنا في قرار وهنا في قرار وتبقى قرارات مدروسة وقرارات ذات طبع إنساني تراعي الأندية وتراعي حقق اللاعبين يعني بلاش نتعامل مع اللاعبين على إنه هم فاقة مجرمة لا هي مش فاقة مجرمة بل كلهم نجوم ولعيبة لهم حقوق بس احنا بنكلمهم على إنه من البجاح أن أنت تتكلم عن الحقوق في وقت الدنيا ظلمة في وقت إن الناس مش لاقية تقدل الفلوس الأساسية اللي عليها أو الالتزامات اللي ممكن تكون أكثر إلحاحاً كمان زي العلاج الطبي للعبين أو غيره في أمور ملحة قوي تقريباً بتتأجل دي الجزئية اللي الأساس فاتحي سند مسها بحطة بجاحة اللاعبين وأنا قلتلك إنه النهاردة اجتماع اتحاد الكرة قال إنه اجتماع الأندية اتحاد الكرة عليه إنه هو يتدخل زي ما حدك قرأت فيه إصدار قرار بشأن العود أتمنى إنه يبقى فيه قرار متدرج لهذا الأمر عزة النجارة تتكلم في الأهرام المسائي بعديها عن ابن الأصول وأنا ليه قلتلك إنه زي ما فيه لعيبة سلوكياتها غلط وزي ما فيه لعيبة اتكلمت كلام مش مقبول في أثناء كل الأزمة اللي فاتت لأ فيه ناس سلوكها كان محترم جداً ومؤثر منهم شيكبالة أو أعلىهم شيكبالة شيكبالة الذي يعني انتقده جمهور الآلي كما لم ينتقد أحد في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة وهو بدلهم التوتر بتوتر في مرشات كتيرة وبقى يعني نقطة مرصودة أهل وزمالك جمهور الأهل هيعمل ليه في شيكبالة وشيكبالة هيرد إزاي وكان بيبقى جهز لها شيكبالة من قبلها بمارش واثنين واخد بالك إذا به يتصرف تصرفات النجم المسؤول بجد اللي حتى جمهور الناديين وصفوهن ابن قصور مش عزة لأنه كل الناس عزت ومش راح تنازل عن جزء من الفلوس وفي ناس كتيرة عملت دق حتى على الإعلام يعني لأنه تتفاجأ أنه في جزء كبير من التبرعات قاله ما عملش ولم تترجم لأي واقع لكن كمان كل كلامه وتصرفاته ورفضه أن جمهور الأهل يحتفل بعيد ميلاده مشاركة منه لأحسن الجماهير والأسر أعتقد تصرف لنجم نتمنى أنه يسير على نفس القدر من الالتزام لأنه في تقديري شكبالة كموهبة يستحق يكون موجود في أحسن نادي في العالم موهبة يعني قلمة تجود الأيام بمثلها في الملعب المصرية فكان ينقصه هذا النطق وكان ينقصه أنه يكون تصرفه مسؤول وأنه يلاقي حد باستمرار يحطه في الاتجاه الصح أما وإنه تصرف في الفترة الأخيرة تصرفات اللعب المسؤول أتمنى أنه يكمل في هذا الطريق بعيداً بقى عن كل الهرتلة الإعلامية اللي بتصدر من بعض اللعبين في التصريحات غير مسؤولة لأنه فلتقوا الخيراً أو لتصمت يعني أنت في ظرف الناس مجروح تيجي تقول لي ليه الأهلي وهو حزين راح يلعب في دبي طب يلعب فيه عندك مكان بديل فيه نشاط كورة قل لي عليه لأنه الأهل والزمالك عندهم وإنبي عندهم التزامات أفريقية لو انسحبت منها هتتغرم أكتر وحتغيب ثلاث سنين والمسألة ما فيهاش استثناءات يتنسحب وتقعد ثلاث سنين في الظل يتشارك وتتحمل المسألة فكان الرأي أن أنت تروح تعمل معسكر خارجي أنت راح تعمل معسكر خارجي مش عشان تلمي دولارات ما أنت لو راح تلعبت ببلاش هيتقال أنت ليه بتلعب ببلاش وده اللي حصل مع منتقب مصري بالفعل بزاق مباريات تلعب بلوش فأتمنى أنه كل واحد يتكلم فيه تخصصه وفي مجاله أنت لاعب فلتحترم كونك لاعب وتركز في عملك كلاعب لكن هنتبادل لعيب يرد على لعيب ولعيب يرد على مدرب وحكم يرد على صحة وصحة وإحنا كمان الحاجات اللي زي دي بقى الدم ما هتقيل علينا قوي يعني بعد الحادثة المزلزلة دي بقى الموضوع دم متقيل قوي ويمكن اللي كنا بنعبر عليه قبل كده وبنعدي وكأنه حاجة طبيعية يمكن لفترة الجاية مش هنقبله وهنقف وقفة حقيقية أقصاده من كل الأطراف هتفات جمهور، تجاوزات في المدرجات، تصرفات لعيبة، تصرفات مدربين أنا أخدت العهد على نفسي والله ومش هسيب حد لأنه أنا اعتقادي أن صمتنا هو صمت يساعد فيما بعد أن الدنيا تنهار عشان كده ما يفتردش أن إحنا هنسكت أولا ما ينفعش تسكت وما ينفعش تغيب الرد والمنطق أنا ليه بقولك المنطق؟ حد من الزملاء في العداد كان بيكلمني قبل ما ندخل على أصل هبوت المصر هيبقى صعب قلت له طيب ما هو قتل الناس كان صعبة برضه بس إذا حصل يعني خلينا أنا اهتمت أسأل مسؤولين اتحاد الكورن عن حاجتين هل ليحة المسابقات اللي كل الأندية عندها علم بيها فيها عقوبة الهبوط للدرجة الثانية قالوا لي آه المادة 25 في لقيحة المسابقات اللي كل الأندية مضي عليها ومستلمها فيها بند يخص التدرك في العقوبات لغاية الهبوط للدرجة الأدنى الهبوط للدرجة الأدنى في حال وقوع أحداث تستدعي هذا أنت مش ما كانش حد أبدا هيدرب الودع ويتخيل أنه في مارس كورة يتقتل فيها 74 روح فبالتالي أنت بتقول أقصى عقوبات لاتحاد الكورة الحق في اتخاذ ما يراه من عقوبات تتناسب والحدث وللجنة المسابقات الحق في العرض على الاتحاد المادة 25 متدرجة بالعقوبات إلى أن وصلت إلى الهبوط للدرجة الأدنى ما تيجي تقول لي صعب هو إيه اللي صعب ما إحنا كده مش هنحل ومش هنعمل الردع اللي حالك بتكلم عليه إحنا كده بنلتف حوالين المسألة وندور لها على مخرج ولازم لما نعمل ده نبقى مهيئين لاستقبال كارثة جديدة طبعا طبعا أو كل يوم غالبا كل يوم ما فيش أكتر من إزهاق الروح ربنا سبحانه وتعالى قال لك ولكم في